لو بتحس بضغط عصبي طول الوقت ودايما القولون تعبك وعلى طول عصبي متوتر ومش مخليك كده مزاجك رايق وعلى طول حاس بسترس اسمع حلقة النهاردة هتتخلص من العصبية تماما وتكون هادي ورايق كده بحلقة جديدة من برنامجكم حكمة في قصة مع دكتور أسماء سعيد جات لي بنت المكتب بتقول لي يا دكتور أنا دايما حاسة بضغط عصبي شديد جدا خاصة لما بكون تحت استرس في حاجة تحت مثلا امتحان معين مثلا زواج كبيرة شوية المهم بتقول لي عشان اتحط في اي مسئولية مسئولية فلوس زواج اولاد امتحان اي حاجة دكتور تلاقيني متعصبة جدا متوترة بطني بتوجعني من القولون ببقى مش قادرة مش هارفة اعمل ايه يعني انا تعبت من الموضوع ده بتقول لي كمان جوزي بقى كده جوزي بقى عصبي جدا ومش هارفة اتعامل معاه ازاي يعني في جد في الاخر بقى سألتني سؤال وكان سؤال قوي شوية هو انا هفضل كده لحد امتى العصبية يا دكتور بتاكل فيا بحيس ان انا وصلت كمان ان انا بتادي بقى عندي ضغط وانا سني صغير والسكر بيقول لي وعيلي انا مش فهمة في ايه ليه انا عصبية وازاي اتعامل مع العصبية دي انا جاوبتها وكله بس انا جاية النهاردة علشان لو اي حد بيبر بالمشكلة دي اسم حلقة النهاردة هقول لك على حاجة ايه ايه هي اسباب العصبية والضغط العصبي وهقول لك كمان ازاي تتخلص منه في خطوات عملية بسيطة وسهلة لان اصلا العصبية اضرارها كبيرة جدا على النفط على القلب وعلى الشارين وعلى الضغط وعلى السكر وعلى بس كل جميع اجهزة الجسم بتتلغبط اصلا ساعة العصبية دي كان فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه واحد راح قال له اوصني يا رسول الله فقال له ايه هايقول له بقى حاجة كبيرة قال له لا تغضب قال له يعني تاني اوصني تاني قال له لا تغضب نعم طب ايه تاني يا رسول الله قال له لا تغضب ليه تلات مرات لا تغضب لان هي غلط غلط بتأثر على النفسية وبتأثر على اجهزة الجسم العضوية وبتأثر غير النفسية والاجهزة كمان ده بتأثر بتعيك حياتك بتخليك مش عارف تتمارس بيخليك مش عارف تتعامل مع الناس وهنا دلاتي لو عندي زوج عصبي بيكسر ويخبط ويزعق ويهو ده بيعيك وطب نعمل ايه وده سببه ايه اسمعوا بقى بقية الحلقة العصبية من اول اسبابها هي ليست بسبب ظرف ولا امر ولكن بسبب نظرتك للظرفة او الامر يعني ايه يعني مسلا عندي طالب متعصب جدا انا عنده امتحان بكرة طيب نظرتك ايه للي امتحان ده امتحان عادي طيب اهو كل اللي عندهم امتحانات بكرة بنفس الموقف اكيد لا طب اشمعني انا علشان انا نظرتي للموضوع ان ده مسألة حياة او موت ان ده مثلا اللي هيقصر على نفسيتي جدا ان انا مثلا اللي مستقبلي وحياة فنظرتك للموقف هي اللي بتحدد فانا بقى نصوحة مني شوف انت بتتعصب من ايه وغير نظرتك ليه بمعنى ايه انت بتتعصب مثلا من زي ما قلت لك من الامتحان فاقعد كده مع نفسك وقول انا ربنا خلقني في الدنيا علشان اسعى واهتم بالسعي فانا هتم بالسعي عشان كده وهو ده اللي ربنا عايزه مني هتلاقي نفسك وشت الموضوع قل شوية طيب ممكن مسلا عن طريق مسلا ولادها طيب انت بتتعصبي مسلا من ولادك جدا او عصبية بسبب ولادك طب ليه عشان ما بسمعوش الكلام طب هو اصل ربنا قالنا كده في الكرآن ما هو طبيعي ان كل واحد ليه حرية عملوا ما عملوش هم احرار وكل واحد في الدنيا من حق انه يغلط او ما يغلطش وبعدين لو انت حطتي في دماغك وسمع الحلقات بتاعت ابني بيت سعيد لو انت حطتي في دماغك ان كلمة وقفهم انها مسؤولين هتلاقي نفسك استحالة التعصب على ولادك هتلاقي نفسك هدية حليمة ليه علشان ربنا حليم فانا استمد طاقت الحلم دي منه فزي ما قلتلك اهو غير نظرتك للأمر اللي انت فيه وحط نهاية نظرتك للأمر ده تكون الله هتلاقي نفسك الموضوع قل شوية رقم اتنين لان الانسان بيكون حاطط طريق واحد فقط للوصول الى هدفه تعالوا بقى كده نقولها بمثال مثال زي ايه طالب مثلا في سنوية عامة متعصب جدا بسبب ان هو ما خلصش المنهج تمام طيب طيب انت اصلا نهاية مذاكرتك دي ايه عايز توصل ايه بص يا دكتور اني عايز اخش كلية طب عشان اساعد الناس طيب وهل انت عشان تساعد الناس لازم تخش طب بس لا ايه يعني انت ممكن تخش ايه لا ده انا ممكن ادخل العلم نفسه بعد العلم نفسي بيساعد الناس كتير وايه تاني لا لا ده انا ممكن برضه اخشه صيدلة ليه ما هي صيدلة برضه بتنفع يبقى انت حط اهدف كتير لها علاقة عشان تفك العصبية ما هو انت متعصب لانك حدق طريق واحد مسلا حد بيقول لي انا ادخل مشروع وربنا يسطر طب في ايه طب ايه ايه هدفك منه ان انا نكسب فلوس طب هو الطريق ده بس اللي يكسبك فلوس ايه لا ادخل فيها الطريق طب ايه الطريق التاني اللي عاد افكر قعد يفكر طلع حاجات منه عن طريق النت ومش عافية واشتغل الدنيا فالفكرة كلها هم حاجتين زي ما قلت لك نظرتك للأمر اتنين ان انت حاطي طريق واحد فقط اه للهدف تالت حاجة بقى اسأل نفسك للي انت بتعمله ده بتعمله ليه لو بتعمله عشان ربنا اتحدك انك تتعصب اتحدك بتبقى ريء يعني انا يعني اوما انا اقوليك كلام ده عشان احضر المكان والاضاءات والكاميرا ومش عارف عشان اعمل ايه واعمل ايه باخد مني وقته وبياخد مني مجود وانا ريئة ومبسوطة وسعيدة وجاب مشاهدات ما جابش مش مشكلة انا عاملها عشان لما اجي قابل ربنا قابله بالسي في كده قناية نفسه مطمئنة لربنا بص يا ربنا عملت ايه ونيتي فيها كزا لو انت نيتك من انت بتعمله مش ربنا والله العصبية هتتضاعف اضعاف مضعفة ولو انت نظرتك للامور مش ربنا هتضاعف اضعاف مضعفة ولو انت رسم طريق واحد بس مثلا في طريق ايه هو الحلقات طب ايه تاني الطريق لقى الجلسات ايه تاني الطريق لقى الكرصات ايه تاني الطريق حلقات تلفزيون ايه تاني الطريق ممكن يكون كتاب انا مثلا عملته ايه تاني مثلا ممكن ممكن يكون يعني جلسات تليفون طب ايه طريق تاني ممكن اعمل مثلا برنامج تاني اسمو ابني بيت سعيد طب ايه تاني يا ربي لا ده انا ممكن افتح مثلا اكاديمي الموضوع كله ان انت واسع الابواب اللي انت داخل فيها الربنا بلاش باب واحد بس عشان تنهي العصبية من حياتك تمام يا دكتور انا عرفت ان الاسباب ديت بتخلينا عصبي عايد اتعمل بقى بشكل واقعي اول حاجة انهي توقعات ايه ده يعني ايه يعني ما تحطش توقعات انا مسلا منزل حلقة الحلقة دي انا متوقع لها ايه مش متوقع جابت ما جابتش عادي ايه ده بجد اولله لان انا لو توقعت انها هتجب لي مثلا اه مثلا مئة الف مشاهدة مثلا وما جابتش هزعل سح تبوزعل ليه اصل ولا ادا اللي معايد جيب ما تجبش عادي انا عملاش خطر ربنا اصلت فانهي التوقعات مثلا انا عايز اجيب في الامتحان ده خمسين من خمسين ماشي ومتأكد ان انا اجيب خمسة من خمسة وروح تجبته تمانية واربعين هتزعل لكن لو انت ما توقعتش خالص انا بعمل اللي علي يا رب انا رايح الامتحان كده ابص للسما سواء في مواصلات انا بحب اعمل كده سواء في مواصلات او حتى ماشي ابص على السما بص يا رب انا بعمل اللي انت قلته ليا بعمله ورايح الامتحان ده والله يا رب متوكل عليك والله يا رب بعمل ده كله علشانك انت والله يا رب انا 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 وثق فيك والله يا رب كزا والله يا رب وتلاقي نفسك داخل ال امتحان رايق وجبته تمامينة واربعين هتبقى فرحان جدا والخطوة اللي تاليها الشكر 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 تقيبا بقى في كل حلقة بقولكو على كتاب الشكر والشكر صح او لا من كتر كمتو حتى لو مش عايز تاخد كده حتى لو مش عارف تاخدو اعمل كشكلك لوحده اكتب فيه اشكر فيه عطى الشكر العادي اللهم لك الحمد ولك الشكر ان انا النهاردة يا رب رايق بنسبة خمسين في مية وانا بحيل الامتحان وانا مثلا ماشي في طريقها ده في رايق بنسبة خمسين في مية وانا مع ولادي النهاردة هادية وحليمة وكده طيب انا لو اشتغلت ربنا الهالي لان شكرتم لأزيدا لكم هتلاقي الموضوع زاد 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 معاك وهتلاقي الموضوع اختفى من نسبالك تماما وخطوة مهمة جدا جدا اه العبرياضة ده بينهي العصبية جدا وبيلغيها منك كل اكل صحي اظن اتكلمت عن الموضوع ده كتير وانهي السكر والدقيق اللي بيض دولة اللي بقولهم بسرع لان انا قلتهم قبل كده كتير ممكن رقم 3 اشرب مية كتير جدا لان اصلا في فيتامينات ومعادن وحاجات فيتاميون معادن بتلاقيها قلت في جسمك بسبب ايه بسبب ان انت مش بتشرب مية كتير ممكن النوم 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 ان الصهر والصحيان متأخر بيدمروا الصحة ويدمروا الجهاز العصبي ويدمروا بصو بيدمروا فظبط النوم التنفس حلو جدا جدا بينهي العصبية جدا اقولكم بقى على طريقة التنفس حلو قوي بصوا بعد التنفس انا بكتم مناخي يعني بكتم جانب من مناخيلي واخد نفس من هنا واكتم واطلع من هنا اعمل الموضوع ده عشر مرات وتفرج ابقى قابلني في العصبية ولو انت مسلا في وضع هتتعصب لو انت قاعد قوم ولو انت واقف تحرك ولو انت بتتحرك قعد وتوضى مهمة جدا كام خطوة دون النفس الوضوء النفس والوضوء وتحرك كمان في خطوة برضو اجعل بيتك يغمره التوكل على الله متوكل عليك يا رب بنتي متعصبه مناقك يا رب ووكلتك يا رب booked بهدهالي المذكرة يا رب ووكلتك امر المذكرة يا رب ده وش صعب عليك ان انا فهمه بسرعة يا رب يا رب اللي امتحندم والله العزمة انا متوكل عليك خليك متوكل على ربنا وهتلاقي نفسك العصبية بتاتي تختفي 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 تزجد وطول في السجود انا اتكلمت ده في الحلقة بتاعت اللي فاتت برضو اسمعوها الحلقات كلها اعتقد بتبقى مرتبطة ببعضها اسمعو حلقة برضو اسمعو حلقة الصلاة ليه العقد النفسية من ناحية الصلاة هنزل لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو ده وبردو من يعني حاجات كده الغرب بعملوها شبه الصلاة شويل هي اليوجا اليوجا برضو جميلة قوي ممكن تستخدموها لو انتو عشان برضو تهدي العصبية معاكم وعايز اقول لكم بقى حاجة اخيرة هم حاجتين اول حاجة خالص بلاش تبقى دايما اا مضغوط من لا اروأ نفسك بقى اقعد بقى في مكان هدي قاتلك كوباية انت بتحبها احسن كوباية في النيش بتاعنا كده طلعيها وطلعي والشربي حاجة بتحبيها الفيسي حاجة بتحبيها انزلي هاتل نفسك حاجة بتحبيها حطي بيرفيا معين انت بتحبيه وعادي رواقي نفسك وتفرج على حاجة بتحبيها يوميا اعملي كده نوسة ساعة يا كل ام بتسمعيني بلاش السترس اللي انت فيه ده اعملي حاجة بتحبيها لنفسك انت عشان عشان تستحكي من ولادك وجوزك ان هم يحبوك ويحترموك واسمعي حلقات ابني بيت سعيدة هتنفعك جمد قوي ملايش علاقة بالحلقات دي بس اسمعي ابني بيت سعيدة هتنفعك قوي واخيرا احنا مش من هنا الدنيا دي عبارة عن رحلة انا جاي فيها بشنطة الشنطة دي فيها اه فيها اللي انا بعمله اللي انا يعني شوية اهداف بعملها وشوية حاجات وشوية وربنا مديني صلاة ومديني صلاة انا ومديني حاجات عشان اقدر اقوم اعمل حاجات انا بعملها وفي الاخر هاخد شنطتي وهتدكل على الله ده لا ممكن اسيب الشنطة كمان هسيب الشنطة ده اساسي بس هاخد اللي انا عملته هو ده لان هروح بيه فالدنيا فانية والدنيا مش مستهلة ان انا زعق وعاية وانهار وطعا الدنيا استمتع بكل اللحظة انت عايشها. استمتع بلحظة مع بيتك وولدك وحياتك. الدنيا مش مستهلة الدنيا فنية ولا أب هينفعك ولا أم هتنفعك ولا ابن ولا زوج ولا أي حد هينفعك في الدنيا اللي هينفعك ايه اللي انت بتعمليه والعصبية وحشة هتأثر على جهازك النفسي وجهازك العصبي وهتأثر وتعييك أهدافك وحياتك وفي الآخر ما沒ش حاجة هتنفعك في الدنيا فاخديها ان احنا في رحلة وتوكلي على ربنا ودايما نستعيني باسم الله الهادي اهديني يا رب باسم الله الحليم يا رب جعلني حليمة ويا رب أكون عملت حاجة بسيطة في موضوعها العصبية تنفعكم بإذن الرحمن اعملوا شير يمكن كده زوجها متضايق أن زوجها عصبي يسمع الحلقة تنفعه أو العكس والتي بقى الدنيا كلها كده فيها هدوء وسلام ونعيم وجن الدنيا حقيقيا نعيش فيها بنفس مطمئنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته